بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي هنشرح الميل جانتل سيستم خلاص الاناتومي طيب هنبدأ بايه احنا عارفين ان احنا عندنا انترنال واكسترنال اورجنز تمام فاحنا الاكسترنال اللي هما السكروتم اللي هما اللي بشوفهم بار السكروتم وبينس والانترنال دول عبارة عن داكس وغلانس اه اللي هي والفاس ديفرنس وبعدين السمن الفيزيكل وبعدين اللي بيبقى فيها الايه تمام فاحنا دلوقتي هناخد ايه هناخد الاكسترنال اول حاجة السكروتم دوت عبارة عن ايه عبارة عن فولد من الاسكن بيبقى شوية وبيكون من اتنين كمبارتمنس كده زي ما احنا شايفين مفصولين عن بعض بسبتم في النص او شايفين من جوه سبتم سكروتل سبتم بيبقى سبتم بس بيقسمهول بحيث ان هو يبقى كل واحد في ايه فيه تمام جميل قوي طيب هل هو عبارة عن سكن بس يعني هو ايه تكوين السكروتم قال لك والله السكروتم دوت مش بس سكن من بره طيب احنا عارفين اي سكن غالبا بيبقى تحته ايه فاشيا والفاشيا دي بتبقى سوبرفيشل فعشان كده هو بيتكون من بره من سكن والسكن ده تحته ايه سوبرفيشل فاشيا طيب جميل كنا قلنا في الفاشيا كنا على طول بنقول ان هي بتتكون من من بره فاتي لير ومن جوه ديب ممبرنس لير جميل طيب هنا تعالوا بقى ان نطبق الكلام ده المفروض اصلا من الفاشيا اللي انا بقولها دي اساسا مكملة الفوق هي نفس الفاشيا اللي انا بتكلم عليها عندي وراها سوبرفيشل فاشيا اللي هي عبارة عن المفروض انها فاتي لير ودي بممبرنس لير قال لك هنا بقى في الميل هل نفس الكلام قال لك لأ قال لك ان الميل بالنسبة لسوبرفيشل ما عندوش فات طب هلا عندو حاجة بديل للفات قال لك او عندو مصل اسمها دارتوس مصل طب ليه الاختلاف ده ليه ربنا خلق خلقها اه يعني خلق له مصل هنا ومحط لهوش فات قال لك علشان المصل دي بتعمل اه كونتراكشل او ريلاكسيشن حسب التمبريتشر يعني مثلا لو كان الدرجة الحرارة قليلة او الجو برد فبتقوم تعمل رينكلنج للسكن عن طريق الكنتراكشن بتاعه ناحية الايه ناحية الابدومن علشان الابدومن ليها هاي تمبريتشر خلاص ما دي فكرة وجود اصلا التستس او السكروتم بتتسس لجواه برا الجسم لانه السبرماتوجينسيس بتحتاج درجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم زي ما قلنا في الفيسيولوجي طيب جميل لو كان بقى لو كان العكس لو كان الجو حر بتعمل ايه بحس انه يبعد شوية عن الايه عن الابدومن فدرجة الحرارة اقل الطبقة التانية اللي هي دي اللي هي بيسموها ايه اللي احنا قلنا عليها تمام تمام ده كده اه الطبقات بتاعة السكروتم طيب ادي برضو السكروتم صورة اوضح ايه المفروض اللي من بره فيه السكن او بعد السكن فيه سوبرفيش الفاشيا سوبرفيش الفاشيا دي عبارة عن دارتوس مصل المفروض ان فيه وراها ديب ممبرنس لاير صورة تانية كانت في المحاضرة الصورة دي السكن من بره وهو ودي الدارتوس مصل ودي الكالس فاشيا دي احنا كنا بنقول انها مكملة ايه مع الفاشيا بتاعة الابدومن صح كده تمام اه الصورة دي برضو مفروض انها يعني مبينة لايرز ادي السكن وادي السوبرفيش الفاشيا السوبرفيش الفاشيا دي عبارة عن دارتوس مصل وايه وديب ممبرنس لاير اللي هي بيسموها خلاص من بره سكن وبعدها سوبرفيش الفاشيا دارتوس واه ديب ممبرنس لاير طيب نيجي بقى البلد سابلاي بتاع السكروتم الارتوس اللي رايح هتعمل السابلاي السكروتم اه من اللي اللي موجودين عندنا اربعة ارتريس طيب من ضمنهم الارتري اللي احنا عارفين وكان طالع من اين الانترنال بيوداندل ده من اللي هو بتاع الانتيري ديفاجين بتاع الانترنال اليك برايتال برانش تمام طيب طيب جميل ادي الانترنال اهو رايح يدي برانشات للايه للسكروتم جميل قوي طيب طيب بما اننا بقى عندنا انترنال بيوداندل معنا كلمة انترنال يبقى احنا عندنا برضو اكسترنال بيوداندل فهو قال لك ان السكروتم جايله سابلاي من الانترنال بيوداندل وكمان الاكسترنال بيوداندل مش بس مجرد ان احنا نقول برانشات من الاكستررن البيودن opposedل لا ده ده في من الاكسترن البيودنект الده سوبورفشل وفيه منها ديب في منها سوبورفشل الاكستررن البيودن adventures وهى منها ديب هي بس مش واضحة فى الصورة دي هنشوفها للا practice وفي ار تلي برده هنشوفه برده فى الصورة الي اسمه inferior epigastric تمام يبقى احنا نحفظهم ازاي هنقول ثلاثة بيودندل واحد مش بيودندل خلاص الواحد اللي مش بيودندل دوت اللي هو الانفيريو اي بيجاسترك والثلاثة البيودندل واحد انترنل واثنين اكسترنل واحد سوبرفيشل والثاني ايه دي طيب نشوف كده اه في الصورة دي اهو مفروض ان هو ماشي ومفروض بان هو ينزل يروح على سكروتن بس هنا مش باين النزول بتاعه علشان البلادر والحاجات المبطية عليه خلاص يبقى اول واحد هو الانفيريو اي بيجاسترك خلاص بعد كده في الانترنل اهو المفروض ان هو هيدي برانشات للايه؟ للسكروتم وبعد كده الاي الاكسترنل بيودندل خلاص قدي له ماشي هنا مكمل 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 وراح على وبعد كده ادى برانشات للايه؟ للسكروتم. آآ كده فاضل مين كده فاضل الاكسترنلاب يودندل . الاكسترنل بيودندل وبينين هنا ادي السوبرفيشل المفروض ان في قدام هنا الايه السكروتم فرايح عليها سوبرفيشل اكسترنال بيودندل وديب اكسترنال بيودندل خلاص طيب تمام قوي النورفز بقى هنقسم السكروتم الى لو ده السكروتم من الجنب هنقسمه انتيرو وان سرد وبوستيرو وان سرد طيب الانتيرو وان سرد جايله النرفات منين الانتيرو وان سرد النرفات بتاعته النرفين اسمهم الجنة البرانش من الجنة وفي مرة طب هنشوف في صورة كده نشوف عليها الاول ايوه الصورة دي فين النرف اللي هو الاليو انجوينل اهو ده الاليو انجوينل ليه سموه الاليو انجوينل لانه عمل اول حاجة كروسنج للكوادريتس لمبوروم بعد كده رح عامل كروسنج للالايكاس مصل وبعدين رح معدي في الايه في السوبرفيشل انجوينل رينج ماشي ده اسمه الاليو انجوينل يعني احنا بنفتكره ازاي الاليو يبقى الايكاس وانجوينل سوبرفيشل انجوينل رينج ماشي على الايه راح يعمل سابلاي للسكروتم النرف الثاني اسمه وطالما اسمه يبقى ها يدي على الصايد والجنتر برانش يروح على السكروتم يبقى بتاعه اللي هو بتاع الجنتر برانش تمام يبقى ده كده انتير رون سرد جميل طيب البوستير رون سرد وفيه برضو البوستير رتو سرد بقى البوستير رتو سرد جيلها بقى حاجات من ايه من ورا ما هو اسمه بوستيرر يبقى اجايله بوستيررو نورز. عندي مسلا ال آآ الماليو الجميل سرد مز chalk وسكروتر برانش زد جاية من البرينير راليو when the دي. amendment is this center of the center of the sign ما قطوها كده هو مفروض منكمل كده mandatory names is this center of the side رايح وشايفين مدي رايح مدي برانشات للايه للسكروتم من وره تمام وبعد كده التاني اللي هو البرينير نيرف مدي برانشات برضو للسكروتم شايفين واضح قوي جاي لها برانشات من البرينير نيرف نفتكرها بالصورة ده الاسكروتم انتير وان سيرد هجايله اليو انجوانا النيرف وايه وجاي لها كمان برانشات من البرينير نيرف ده كده بتاع السكروتم دي الصورة اللي في الكتاب يعني لو حد بيحب هاي مش موجودة في الجزء بتاع الميل هي تقريبا كانت موجودة في الام في البرينير اظن يعني ادي سكروتم جاية من اه دي تقريبا جاي من البرينير نيرف او ماشي مش موضحة برضو اوي كل حاجة يعني ماشي الصورة دي مبينة البوسيركوتينيس نيرف او مفروض ان هو هيدي برانش اشايفين او ده السكروتم مديها الجزء اللي من وره من السكروتم ايه برانش الليمف نوتس بما ان السكروتم قريب من الام جوانة الى كنال او من الام جوانة يعني فهنا اه هيبقى عندي ايه السوبي نجوي 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 نشوي ده او حتى مي شركة اخرى وهي رايحة من בסكروتم اي رايحة على المنفس اللي هي ملناش دعوة بديل ماشي طيب اللي هو جزء اه ده اللي هو بقى ايه المين بتاعنا اللي هو هيعمل بيكون من ايه طيب اه هو برضو مش مش بس مسؤول عن ده كمان برضو مسؤول عن لان برضو بتعدي فيه مش كده طيب اصلا هي بيعدي فيها الاتنين سواء السيمن او الايه او يراني طيب بيكون البينس بيكون من ايه بيكون من اه حاكتين والبادي اللي هو الجزء اللي تحت ده والبادي اللي هو الجزء الممتد منه ده طب الرسمة دي عاملة ازاي الرسمة دي احنا الصورة اللي فاتت دي مسلا هو شكله وهو ايه نازل كده ودوت اللي بيبقى يعني موجود آآ دوت اللي بيبقى موجود يعني طب ده الشكل دوت جاي ازاي هو بيبقى عامل كده رحت انا عملت ايه رفعته كده وكأنه حاصله فبقى الفوق الصورة دي مبينهولي بقى من قدام خلاص ده الاتنين اللي هنا وده الواحد اللي هنا طيب ايه بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه اول حاجة روتس آآ عندي اتنين كرورة الجزء ده اسمه كرس وجزء ده اسمه كرس واللي في النص ده بلب تمام الكرس دوت عبارة عن ايه قال لك والله هو اصلا البادي بتاعه بيكون من حاجة اسمها آآ كوربورا كافرنوزا دول اتنين واللي في النص دي كوربا سبونجيوزا فالكراس ده بيعتبروا انه هو بتاع الكوربورا كافرنوزا والبلب ده بيعتبروا انه هو بتاعي الكوربا سبونجيوزا جميل هتلاقوا آآ مكتوب في البرنيم على ما اتذكر انه هو الجزء البوستيرر آآ اعتقد انه هو على اساس الشكل ده البوستيرر بس احنا انا بنقول ان البروكزيما البورت بتاع الكوربورا كافرنوزا هو الكراس والبروكزيما البورت بتاع الكوربوس كا آآ سبونجيوزا هو الايه البالب ده كده اول جزء تمام تمام آآ اله هو بيقول لك في حتة با بيقول لك ايه ال آآ هم بتاع الكوربورات بيبقى موجود في السوبرفاشيل بيرنيم ده بيبقى برضو بيرينام يعني مهم cognitive موجودها في البرنيم ماشيletter شايفين ده قرش نزل ولقي مجائع على البب يبقور شايفين ؟ قرش نزل ملقى المجائع على البيبك قرش ونازل مديني الكوربورا كافرنوزا طيب جميل قوي بعد كده البلب مديني تحت كوربا سبونجيوزا طيب كويس اه اه متوسلين مش الصورة دي بقى بتوضح يعني مشاور لك على كله وقال ان ده الروت البلب والتنين كورورا برضو الصورة دي اه المفروض ان دوت البلب ودول الاتنين كورورا والامتداد بتاعهم اللي هو الكوربورا كابرنوزا الكوربورا كابرنوزا بقى جمعهم والبلب امتداده كوربا سبونجيوزا كوربا سبونجيوزا بيبقى خيرها جلانس بينيس هنقول كلام ده دلوقتي طيب تاني حاجة بتكوض منها هي الايه الام الاسمه ايه ده البادي البادي هو الفري بورت بتاع البينس اه الجزء اللي قدام منه اسمه جلانس بينيس في الصورة دي هو الجلانس بينيس بيبقى ليه في اخر الكوربا سبونجيوزا بس هو حسب يعني انه هو نهاية البينس ككل مشي در جلانس بينيس بيبقى في اخر الايه اخر الايه البينس تمام وطبعا البادي هو الجزء اللي انا قلت عليه دوت خلاص الاتنين كوربورا كابرنوزا والواحد اللي هو اللي من هنا دوت الكوربا سبونجيوزا خلاص نفس الكلام طيب اه تالت حاجة هنتكلم عليها هو اه هو سمى الجزء اللي هو الاتنين الجزء بتاع البادي سمى الاركتايل تيشو خلاص مع ان المفروض مش هو قال عليه ما جزا الاركتايل تيشو بس احنا هنقول هنا اا المفروض ان الان الكوربا سبونجيوزا ديت بيعادي فيها اليوريترا فديت المفروض مسؤول عن الاجاكليشن والاتنين التانين دول هما دول اللي ماليين بلد كوربا سبونجيوزا بيتعادي في اليوريترا وفيه في نهايته دي عبارة عن زي ما احنا قلنا وبيعدي فيها علشان هوا دوت بتاع واللي بيتمالع بالبلود جميل خلاص تمام فاضل كده الكافرينج والأرتيري الصورة دي بقى يعني صورة حلوة هوا ادي مثلا البينوس وخدت منه شفت ايه شفت من وراء الاتنين كوربورا كافرنوزا ومن قدام الكوربوس بانجيوزام كوربوس بانجيوزام بيعدي فيه اليوريثرا والكوربورا كافرنوزا بيعدي فيهم الأرتري اللي هو الديب أرتري بتاع البينوس علشان يعمل إيركشن طيب وفي الجلانس بينس بتبقى في نهاية الكوربوس بانجيوزام الصورة بقى الكافرينج الكافرينج شبه الكافرينج بتاع السكروتم لأنه أساسا عبارة عن تكملة لي بس الفرق كله في مسامات علشان احنا كنا في السكروتم وبقنا في البينوس خلاص اهو مش دل السكروتم اهو تكملة لي يبقى من بره في سكن بعد السكن في سوبر فيش الفاشية سوبر فيش الفاشية بتتكاوب من حاجتين طيب احنا قلنا هنا ما فيش فات فهتبقى هيبقى بدال الفات بعد السكن هيبقى فيه طب والدي هنا اسمها ايه اسمها فاشية بينوس اللي هي بالاخضر يبقى دي السكن وبعدها بعدها على طول السوبر فيش الفاشية اللي هي دي هتبقى آآ عبارة عن يعني كونكتف تيش ومفوش كتير واللي وراها اللي هي الفاشية دي اللي هي اسمها فاشية بينوس خلاص وإحنا آآ عارفين كنا بنقول عليها ان هي الفاشية دي مكملة مع الايه مع السكاربس فاشية بتاعت الأبد طيب نيجي بقى لل ارتيريال سابلاي ارتيريال سابلاي هيتحفز ازاي قالك فيه ثلاث برانشات من وبرانش من برضو هيتحفز ازاي اولا هيبقى هنعرف ان كل جزء هيبقى ليه ايه ارتيري يعني مسلا لو قلنا الكوربورا كافرنوزا ليها ارتيري البالب بالكوربس بانجيوزم مع بعض ليهم ارتيري طب واخرها فيه الجلانس بينس دي ليها ارتيري وبعد كده ارتيريال الحاجات اللي برا اللي هي ايه السكين وال فاشية طيب نشوف كده اول ارتيري لو بدأت مسلا بالكوربورا كافرنوزا الارتيري اسمه ايه ديب ارتيري اف دا بينس او كافرنوس ارتري اسمه ديب ليه علشان هو اصلا جوه جوه البينس جوه الكوربورا طيب جميل الارتيري التاني اللي هو اه لو اخدنا مسلا ايه البلب بالكوربوس فالارتيري بتاهم اسمه ارتري اوف دا بلب اهو ارتري اوف دا بلب لانه هيدي سابلاي للبلب ومعاها الكوربوس بونجيوزا بتاعتها ارتري اوف دا بلب على شايفين دي اليوريسرا قال كان عندي واحد هنا واحد هنا على الجانب اليوريسرا الارتيري اللي بعد كده الدورس الارتري اوف دا بينيس ارتري جاي من ورا للبينيس علشان يدي سابلاي لل الجلانس بينيس خلاص هيبان دلوقتي بس مش هنا مش في الصورة دي اخر واحد اللي هو وبما انه لل فهو هيكون خلاص وده اللي هو فرع من عشان كده قال عليه ده فرع من لان هو اسمه فاكيد يعني مش هيبقى من البقين هما لبرانشات للانترنال بيوداندل صورة اهي برانشات الانترنال بيوداندل ادي البيينيس في واحد اللي هو الارتري اف ذا بل رايح على الكوربوس منجيوزم بالبالب بتاعتها ودي الديب ارتري رايح على الكوربورا كافرنوزا والدورس الارتري رايح على جلانس بين بينيس باين قوي في الصورة دي فعلا يعني دوة رايح على البلب ودوة رايح على كافرنوزا ودوة رايح على خلاص كده فاضل ايه فاضل اللي رايح على شايفين ده الانترنال بيوداندل هم مفروعا منه فعلا كده فاضل اللي رايح على الاسكين اللي هو في برانشات بقى هيتطلعها هي دي اللي رايح على والفاشي صورة الكتابة كافرنوزا الارتري اللي هو مين اللي هو الديب آآ آآ خلاص ماشي طيب ده طبعا آآ يعني خلاص احنا بقى عارفين ادي الكوربوس منجوز منجوها لوريسرا ودول الكوربورا كافرنوزا تمام بالنسبة بقى هو عبارة عن واحد اسمو جاي من من ورا ومدي برانشات آآ يقام برانش يقام برانش ده بحسب ايه حسب الفاشية بتاعت البينس ادي الفاشية اهي آآ اللي هي وفيه ديب لها الديب دورس البينس آخر حاجة برضو البينس يبقى احنا رايبين من ودي خلاص يبقى احنا كده ايه خلصنا ال السكروتم وال والبينس يعني فهنقول كده سريعا السكروتم عبارة عن ايه عبارة عن مفصلين ب كل واحدة كل كمبورتمت فيهم في تستس وبعدين عندنا بيتكون من بر سكين وتحت فاشية الفاشية الفاشية دي قلنا المفروض تبقى فاتي لير وتحتها بس الفاتي لير هنا مفيش فات عندي مصل اسمها دارتوس مصل شغلتها ايه حسب بتاعت الجو لو كان مثلا الجو برض تعمل عن طريق بتاعها والعكس اللي هي الكوليس فاشية بتبقى تحتها بعد كده النرف سابلاي قلنا الاليو انجوانيال نرف وال الاليو انجوانيال نرف ومع الجانتر برانش الجانتوف همرا نرف الانتير وان سرد والبوسير تو سرد لهم حاجات بوسير بوسير كوتينيس نرف وبرانشات من البرانيال نرف الارتير سابلاي قلنا 3 بيودندل واحد مش بيودندل انفيور بيكسر كوال مش بيودندل والبيودندل عندي الانترنال من ديني برانش فتبقى سوبرفيش الانجوان بعد كده البينس قلنا ان البينس مسؤول عن المكتشوريشن والسيكشور انتر كورس بيتكون من رودس وبادي الرودس عبارة عن 2 كورورة واحدة البلب البلب بتديني في البادي ايه الكوربس بانجيوزوم وباخرها الكلانس بينس وبيعدي فيها اليوريثرا بعدين بقيت البادي عبارة عن 2 كوربورة كافرنوزا بيكونوا امتداد لل2 كورورة من وراء دول بيبقى فيهم الديب ارطري افذ بينس عشان كده دول دول بيبقوا مسؤولين عن لكن كله على بعض البادي كله على بعض بيسموه اريكتايل تيش كده احنا عايزين ايه برضو زي وبعده فاشية الفاشية هنا هتبقى عندي برضو عبارة عن كونكتف تيش و الوراء الفاشية بينس كده فاضل الايه الارتير السابلاي قلنا تلاتة من الانترنل الواحد من الفامرال من برا لجوه الفامرال دوت برانش او هنقول الفامرال دوت اه مديني برانش اللي هو الارتير وبيكون سوبرفيشل عشان هي سبلاي الفاشية وبعده عندي الثلاثة التانين من الارتير الارتير سوبرفيشل دورسال فين وديب دورسال فين سوبرفيشل وديب حسب الفاشية بينس والنفاتي قريبين من الانجوان يبقى عندي سوبرفيشل انجوان اللينفنوس بالتوفيق ان شاء الله